هنفهم أكتر من خلال ضرفنا دكتور فادي عقوب خصائي تقويم الأسنان ومعالجة مشكلات الفك. إن شاء الله رب كده نتوافق في عرض موضوعنا النهاردة ويكون عندكم الجديد كله اللي حصل في هذا المجال. أهلا بيك يا دكتور وصباح الكير. شكرا حيب. شكرا للاستضافي. السعداء جداً بوجودك معنا. قالوا لي اللي حضرك عندك شعار أو سلوجان كده دايماً بتقوله للمريد أو للعيان. صحيح. صحيح. وإنه كل فرد هو قبل ما أنا أطلعها على الهواء. وعم بيحكوا اليوم على إنه الإنسان ما لازم يبخل بالكلم الحلوي ولازم يبخل. والابتسام الحلوي بعد أهم كمان أو حلوي. مثل الكلم الحلوي هي الابتسام الحلوي. والأخي سوقت بتربط الابتسام بالذكارة الاصطناعية. يعني ناخد النتيجة اللي نحن هلأ بنا نحكي عننا اليوم. والتطور بالطب الأسنان. وأكيد كنا عم نحكي اليوم نحن أنه كتير أشخاص بيخافوا يروح عند حكيم السنان أو عندهم هالفوبيا من حكيم السنان لعدة أسباب. إن كان من الأوجاع أو إن كان من فترة العلاج اللي بيخدها أو إن كان من الكلفة وهالأمور هولي كلهم. اليوم أكيد نحن نحكي عن تقويم الأسنان واللي هو صار رائج عالميا. لأنه مثل عم نحكي اليوم الابتسامي مش بها لازم تكون حلوي بس. كمان لازم تكون صحية. يعني نحن نحكي ليش نحن نحكي اليوم بتقويم الأسنان في عدة عدة عوامل بتقويم الأسنان. الجهازات التقليدية واللي بنعرفها نحن بتكون جهاز ثابت على الأسنان ومنحاول قدم فينا نحن العالج إن كان الفك أو إن كان العضة أو إن كان أي مشكلة بتقويم الأسنان. اليوم نحن جهازات تقويم الأسنان اللي عم نحكي عنها هي مرتبطة بالزكاة الاصطناعية. يعني اليوم صار المريض أو الشخص بيقدر يشوف شو هي النتيجة اللي حتصير بعد العلاج. وهي دي شال كتير مؤسرة لأنه اليوم أنت الحكيم عم نعطيه نوع من التولز أو من من الأداة يقدر يستعملها لحتى يقدر يفسر خطة العلاج للمريض. هي ممكن يا دكتور تكون نقطة إيجابية وصلبية. إيجابية أننا طبعا بشوف المخرج النهائي. وسلبية لو ما طلعتش النتيجة زي ما أنا شفتها وعرضها عليها الدكتور. صحيح. صحيح. مزبوط. مش نهيك نحن اليوم وقتنا نحكي زكاة اصطناعية والزكاة اصطناعية بيكون معتمد على عدة إشياء ولا هي معتمد على على أمور موجودة بها الخطة اللي عم نحكي عنها ليبني خطة علاجية مزبوطة. هلأ معظم الأوقات نوصل لنتيجة اللي هي نعتبرها نحن 99% لعني اليوم نحن بالطب ما في شيء اسمه نتيجة 100% على طول نحن منترك هالواحد بالمية لحتى بالمحل المعين يكون في عنا نوع من مزدائي وتم نحكي نحن مع المريض. نحن أهم مجالة نوصل لنتيجة على القليلة يكون المريض مرتاح بابتسامته وبنفس الوقت يكون عنده العضة المناسبة. طيب حبينا نعرف يا دكتور برضو دلوقتي فيما يتعلق بفكرة التقويم تقويم الأسنان. احنا وصلنا لغاية فين؟ كنا زمان بنشوف كده سلك بيكون مشوه المنظر العام بشكل كبير وبيفضل طبعا مدة مع المريض دلغاية ما الفك يعني ياخد وضعيته الطبيعية ويطلع عندي الشكل النهائي اللي هو المردي للكل. صحيح. هل مازال دلوقتي عندي الشكل التقليدي ده موجود ولا دلوقتي حلت حاجات تانية ممكن تكون مش مزعجة زي العصر اللي فات. صحيح. ها. متل ما كنا عم نحكي بالقبل للاستاذنا الكريم انه اليوم في عدة عوامل بتخلي المريض ياخد يمكن او يفكر قبل ما يعمل اي علاج بالاخرص علاج تقويم الأسنان. ان كان فترة العلاج او ان كان شكل الجهاز اليوم فترة العلاج بأجهزة تقليدية بتتراوح بين السنة والسنة ونصف. اليوم نحنا بالأجهزة اللي عم نحكي عنا اللي هي مرتكزة على الزكاة الاستناعية. ماكسموم العلاج بيكون بين ست أشهر وعشر أشهر.